هاي يا بنات ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بأس و خير الفيديو النهاردة هيكون عن الحاجات اللي جاتلي من موقع جولي الشيك بعتولي و قالولي اناق المنتجات اللي انا عايزها من عندهم و انا اطلوكم شوية منتجات هوريها لكم و بس كده يا بنات قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوني لايك كبيرا قد الدنيا و كمان تشتركوا تحت في القناة من المربع الاحمر اللي موجود تحت والبنات اللي كانت بتقولي ان هما بيجيلهمش اشعارات او نتفكيشن على الفيديو او ان انا نزلت فيديو جديد تدوسي عالجالز وبعد ما تدوسي عالجالز هيظهر لك تحت كلمة اوبشن او خيارات اختاري كلمة اوبشن دي هتدوسي عليها هيفتحلي القائمة اختاري اول واحدة منها هتلاقي مكتوب عليها اول او الكل دي هتتضغطي عليها هيجيلك بعد كده نتفكيشن باي فيديو انا منزلها ويلا بينا على السريع نشوف جالي ايه من جولي شيك طب يا منات قبل ووريكم حاجة موقع جولي شيك طبعا موقع مش محتاجين اتكلم عنه في منات كتير عارفاة وفي منات كتير عملت اولدرز منه بس انا عن نفس انا مجردتوش قبل كده ودي اول مرة اجرب او استخدم اي حاجة من عن جولي شيك اي منتج هوريهولكو دلوقتي هتلاقوا الليل كلي موجود يوديكي على المنتج على طول تقدر يجيبي منه هتلاقوا كمان التفاصيل والاسعار وكل حاجة جولي شيك اعتقد بيودي لكل مكان في الدنيا فسهل ان انتو تجيبوا المنتجات دي لو حابين تجيبوها يلا اول حاجة خلونا نبتدي بيها هي الشنطة دي انا لسه مفتحتش اي حاجة يعني انا الحاجة جاتلي في ورقة يعني حاجة اللي انا جبتها كلها موجودة في ورقة بالاسعار بتاعتها اللي هم بعتنهالي يعني بس انا لسه مفتحتش اي حاجة ولا شفتها فيها ايه بس هاجدني يعني التغليف حطينها الاول في شنطة كده بلاستيك وبعد كده الشنطة في كاور اللي هو بتاع الشانط ده ودي شكل الشانطة يا بنات اهي ده شكلها اوكي يارب بس تكون باينة كويس على الكاميرا انا من الناس اللي بتاع شق اللون الهوبان تلتك اربع الشانط اللي عندي لا اسود الهوبان انا بتاع شق اللونين دولي فلون الجمل يعني حطين بقى طبعا جواها الحاجات تاع الشنطة دي بس جواها ايه تاني بقى؟ لان انا شفتها عالموقع جواها شنطة تانية صغيرة كده شوية اوكي اللي هي تدي اوكي واما تفتحي الشنطة واما مجدينك ايد برضو طويلة تقدر تمسكي بيها الشنطة وتقدر تحطيها بدي وتعمليها كروس لو انتي حابة بس انا حاسة انها افضلها شوية شنطة ميكوب وجوا الشنطة دي هتلاقي الشنطة اصغر منها تاني ينفع تبقى للموبايل او للمحفظة حاجة كده يعني وجوا الشنطة دي يعني هم هبصوا عاملينها كمان بحاجة كده تقفل على السوستة عشان محدش يعرف يفتحها فتحيها انتي وجواها كمان محفظة صغيرة تقدري تحطي فيها اللي هو الاتم وكل الكروت بتاعتك هي للكروت اكشلي فدي شكلها فكده نشتريك او خطة لو كنت فيها تبقي خطة اربع قطعة شنطة وشنطة متوسطة يعني بتنسبالي هي تبقى دي شنطة ميكوب وشنطة للمحفظة وكمان محفظة للكروت بتاعتك دي اول حاجة جاتلي التاني حاجة البنات جاتلي المسكات دي من جولي شيك هي ماسك بالرومان انا من الناس الي عاشقت الرومان بموت الرومان أكلوا واشربوا وحتى للمسك وكي مفيش مشكلة المسك ده هو شيط ماسك يعني فيها الورقة بتاع المسك وجواه زي سائل كده تقدري تحطي على ايدك وعلى رقابتك وكمان علي رجلك يعني انا حطيت منه علي ايدي وعلى رجلتي وعلى رقابتي جربت الماسك دون انا موز صراحة حطنا منه بالليل جامد جدا يا بناي بجد يا بناي تحفة بيناعم البشرة جدا بيرطبها بطريقة مش طبيعية يعني احنا حطناها لغاية تاني يوم الصباحاتين ان جسمنا نعم زيادة عن اللزوم فالماسكات دي انا جربتها وحلوة جدا هي السعر بيبقى فيها 10 ماسكات السعر هتلاقوه تحت من اللينك الموجود تحت في التسكريبشن بوكس الثالث حاجات اليابنات هو الجليتر ده هو زي اي شادو جليتر مش عارفة تفتح منين ايوه جوايها 10 الوان جليتر اي شادو عايزة اجرب واحد منهم كده مع بعض بس كده كده يعني الحاجات الي هتشوفوه بعد كده في التسكريب بس هما صغير ازاي واحد صوبة نون كده ولياكم نشوف النون المحاسي ده هو زي فرشة كده فضيعة فصيبنات يارب اكون شايفينه هو جليتر اي شادو جليتر هحطلكوا بده اللينك بتاعه تحت في التسكريبشن بوكس رابع حاجات ودي اعتقد قائل موش عشان طبعا 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 طلبت الموش بس ايه مقفولة يعني اوبر زي ما كونها تجري اوكي بكل شوية اتشك الكاميرا لاني ممكن تفصل في ايه لحظة همش عادة ليه اعملات تفصل كتير الفاترة دي افتحي بقى اوكي خلاص فتحت ايه دي شكل رموش يا بنات حيوة جدا ويسبي كده يعني اللي هي شعرة شعرة كده فضيعة احاول احط لكم صور اكسترا مع الفيديو عشان تشوفوا شكلها قريب وعمول هنزل صور للحاجات دي كلها عن انستجرام هتلاقو الانك بتاعي تحت الانسكريبشن بوك جواه خمس وحدات رموش والواحدة اصلا يعني اموما بتوع تحبة حلويل وشارتها حل وقوي وشارتها طويل شوية بس عملك بقى مقاسات واشكال كتير ممكن تختار انتي من عندهم نيجي بعد كده للكتعة دي انا مش فكرة اصلا دي كانت ايه بس الحمد الله بسرعة المرازي دي يا بنات اللي هي اللذقات اللي بتتحبت تحت العين اللي هي عشان ترتب العين وهم كمين عليها ايه كولاجين كوريستل اي ماسك الماسكات دي يا بنات بخلقة الكولاجين اللي بترتب منطقة تحت العين وكمان بتقلل من المنتفاخات نيجي بعد كده يا بنات للسايت دي وانا بموت في اي حاجة ليه علاقة بالسكنكير وكمان ان هي بالالو بيرجر فدي حاجة حلوة لان انا عندي بشرة مختلطة وكمان مستهموا الكلام بكله فمتحمسة جدا ان انا اجرب الساد دي اعتقد العلبة دي تصلح لهدية قوي الحاجات بقى اللي جواها بنات اول حاجة ده المفروض ان هو الو بيرا فوم كلينزر يعني ده غسول بالالو بيرا بطه هاجربهم وعملكم عنهم ريفيو ودون دون تونر بالالو بيرا برضو ده يبقى حلوة اول لبنات البشرة مختلطة او دهنية وكمان للمسام وكمان ايه اوكي ده مسترائزن برضو بالالو بيرا اهو انا مش فصدق بجد ان الحاجات دي من جولي شيك وده بيبي كريم برضو من نفس البرانت واخر حاجة بنات ده هو زي اللوشن بس مستخرج من الالو بيرا نفسها زي اللوشن تقيل او ممكن يكون كريم ليلي تقيل مش عارفة بطه اي تنك ان هو اللوشن احاول اقرأ طريقة الاستخدام وايه اقول لكم عليه اما اعمل لكم ريفيو عنه حاجات برضو لجاتي من جولي شيك وعجبتني جدا هي البالت والعلبة الحلوة بالزيادة فيها علبتين eye shadow وعلبة اسمها كالي سادت والألوانات شمر والألوانات ماد والتاني علبة اسمها كالي شيك ونفس النظام فيها الوانات ماد والألوانات شمر وتانت علبة اسمها كالي بلو وظهر ثلاث درجات هاي لايط من الغامق للفاتح الهيلايت بتاعها يا بنات زي ما انتم شايفين كده على الكاميرا ناعم جدا 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 مفهوش جليتر يعني يباين ان هو جلو اخر حاجة في الصندوق الفرش دي لان انا عارفة ان دي فرش و دي اكتر حاجة كنت نستانياها انا باعش اي فرش يعني تش قادر اقول لكم بقى الفرش دي يعني انا اجسعيته بان اشوفها بقى عاملة ازاي بس انا بس تعبني تعبني موضوع تقفيل للحاجة ده بس دي حاجة حلوة انك تدماني ان الحاجة تجيلك سليمة و مش مبهدلة يعني فدي حاجة حلوة بصوا يا بنات هي الطقم الفرش ده شوية شبه براند كده بس حقيقي مش متذكرة اسمها بس يعني هي بتتفبح زي ايوة كده بصوا كده تبقى مربع كده وفيها الفرش دي هي احنا حاجة فيها يعني فرش كتير وفي نفس الوقت مش كتير يعني كل واحدة فيها فرشة من تحت ومن فوق بدي فرشتينali بط shades فورشت بلندنج وفلات برش مع بعض فورشة بلندنج بردو وفورشة كريس بلندنج فورشت فاونديشن وفورشت كنسيلر فورش كتير قوي بردو بصوك بصوا الفورش حتى الفلاق الواسعة عشان ما تبهدلش بصوا عاملينها ازاي يعني مغلتينها بالبتاع المخرامة دي من فوق لا مبسط لا والله مبسط حقيقي ودي فورش الهايلايت اللي فمت مع العين تحت الحاجر يعني عجبني فكرة ان كل فورشة حاطين فيها من ناحيتين عشان ما تبقيش بتشتري فورش كتير قوي يبقى عندك فورش كتير قوي الخلسات دي فيها دي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ممانية تسعة عشرة خداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر يعني فيها تمانية وعشرين فورشة لاني كل فورشة فيها من ناحيتين مش اربعتاشر واربعتاشر ثمانية وعشرين فورده انا في الرياضة ضيعهم بصوا ما حدش اتكلم يعني بص عجبني العين بنتا عينها موت موت عجبتني اوي يعني مكنتش متخيلها حلوة كده بصوا حلوة اوي اوي كده الصندوق خلص بس متبقي قطعة واحدة وهي اللي انا لبساها دي هحاول احطلكم صورة او فيديو اين كان لسا مش عارفة عجبني اوي شكل الجاكت بانه فيه زي خيط من هنا كده تعمليه دفاير تعمليه خطوط كده زي ما بتربوتي الشوز زي ما بتربوتي الشوز كده تقدري تغيري في شكلهم زي ما انت عايزة ويه بزعبط او تموه كودي اعتقد اسمه كده ده شكله الخامة حلوة جدا 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 ومن جوه ناعم قوي عشان يدفيك يعمل شوية زي زي البفايات اللي بنتغطى بيها دي عامل شوية زيها فده يبقى جميل جدا في الشجاك ويه مكتوب عليه برضو من هنا وهينا نفس الشكل مكتوب كمان عليه متضخر يعني اخذ بريكم الشكله مكتوب عليه متضخر وانا من الناس اللي بتاع شكل جدا اللون الاسود ده من الاروان اللي بموت فيها تجدت حلوة جدا فحتى هتلاقوا اغلب الفيديوهات بربس مثلا عن حاجات اسود بس الحاجة الوحيدة انا محبش هلبسها اسود هي الشوز يعني مقدرش اقبس شوز اسود بس كده يا بنات هي دي الحاجات اللي جاتلي من جولي شيك اللي انا بهدلت بيها القوضة دي و تانكيو جدا لجولي شيك تانكيو 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 عالحاجات الكتيره اللي انتبعتوا هالي دي حتى الشنطة كنت حطاها من ضمن الابشن الحاجات اللي انا اخترتها فكان المفروض ان انا اتفقت معهم لهم يبعتوني حاجات معينة بعتوني كمان الشنطة اكسترا على الحاجات اللي انا اخترتها فانكيو بس كده يا حلوان يارب الفيديو يكون عجبكم و ما تنسوش تعملوني لايك و كمان تشتركوا تحت في القناة عشان تشوفوا فيديوهات الفترة الجاية وانا بجرب الحاجات دي وبس كده كل طبع من المنتجات اللي انت شفتوها هتلاقوا اللينك بتاحها موجود برضه تحت في الديسكريبشن بوك وشانكو الفيديو جاي ان شاء الله باي باي